ما عندك أي قصائد بالنبطي ما حاولت؟ أو دمجت بين النبط وفضل؟ لا لازم يحاول ما عليك عنده أفضل تخليني في مساحتي طيب تفضل إذا اخترنا مساحتك ما تشير طيب لا لا أنا بس للتناغم في المجلس أنا طبعاً كتبت العامي وكتب زين كل شيء الحقيقة لكن أعود على بدء لظاهرة إبن تايب طبعاً في الجنادرية في ضيوف المملكة يدور كأس الشعل فلما وصل عندي قلت أحفظ من عرفت أحفظ من عرفت في تاريخ الأدب العربي هم إثنان الأول عبد الله بن عباس حبر الأمة عندما أتاه نافع بن الأزرق مؤسس مذهب الخوارج يبحث عن الفتنة ولا يبحث عن الهداية وسأله في مسائل عديدة سميت بمسائل نافع بن الأزرق فعلم عبد الله بن عباس وقد ضجل من مسائله لأنه كان يسأل مثلاً عن مفردة يخسر التي تكلمنا عنها على الإفطار يخسر وهذه في مسائل نافع بن الأزرق سأله قال يخسر هل عرف العرب هذه الكلمة قبل أن ينزل القرآن فقال أما سمعت يقول عبد الله بن عباس أما سمعت عمر بن أبي ربيعة وهو في المسجد عمر بن أبي ربيعة رأت رجلاً أما إذا الشمس عارضت في يضحى وأما بالعشيه فيخسروا فأكثر فيه المسائل للبحث عن الضلالة وعرف ذلك عبد الله بن عباس فدخل عمر بن أبي ربيعة ذلك الشاب القرشي الجميل الشاعر الأنيق الغزل فأعرض عنها عبد الله بن عباس عن نافع وتوجه إلى عمر قال أسمعني يا عمر فبدأ رائعته في 86 بيتاً كما قلت لكم التي يقول مطلعها أمن آل نعم أنت غاد فمبكرو غدأت غد أم رائح فمهجرو واستمه إلى آخرها فقال نافع بن الأزرق إيه لك يا بن عباس نضرب أكباد الإبل من العراق إليك ثم تعرض عنا لتسمع لتسمع شاباً ينشدك سفهاً قال والله ما أنشدني سفها قال ألم يقل رائت رجلاً أما إذا الشمس عارضت فيخزع وأما بالعشي فيخسر قال ما قال كذا قال رائت رجلاً أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسره قال كأنك حفظتها قال ولو شيء نقطتها بيتاً بيتاً من السماع الأول فقال فإني أشاء يريد إحراج عبد الله بن عباس أنا قضها عبد الله بن عباس بيتاً بيتاً فما خرم منها بيتاً واحداً ما شاء الله قال الحاضرون من ضيوف الجنادرية طيب هذه معروفة قصة بن عباس والثاني قلت ابن ثايب قالوا هذا في أي عصر ابن ثايب هذا عندنا في بيشة قالوا إيه كيف في بيشة بعضهم من مصرر بتقارن عبد الله بن عباس بابن ثايب مين ابن ثايب هذا قلت الحق حقاً يتبع قلت لهم ابن ثايب في موقف واحد الله من عنده مني الله يا بزيب الخير ويعافي قلت ابن ثايب في موقف واحد لا تجنس لا والله حلف بالله والله تجنس واصل يا دكتور واصل فقلت للأخوان قلت ابن ثايب في موقف واحد أتى بستين بيتاً الله يا سعدك وليد اللحظة ولم يخرم منها بيتاً واحد من قاوله ولا من منقول من قاوله من قاوله في حفل وكان طبعاً ردية لكنها ردية الشقر ما هي ردية الله هي معروفة معروف لون معروفة وكان رده من أقوى ما استمعت إليه لأن هناك شاعران جاء إلى الحفل لتخريب الحفل عليها ويختصار وجاءوا بمية وعشرين بيت هو صالح ابن عزيزي معروفين لا لا ما هو صالح سعد سعد ابن عزيزي فجاءوا بمية وعشرين بيت الذي لا يصدقها العقل لا يصدقها العقل أن القاف الأخير اللي تشيلها الصفوف يرويه الشاعر سعد عزيزوي ويقول البدع والرد صار مية وعشرين ويقول معك إلى الصفح الجاهل اللي لا يصدق العقل هذا الرجل موهبة وقدرة قال يازير لا الدق خذ المكرفون أعطوا هذا الشيء أنا بحكم قراءتي للشعر من عصر الجاهل الآن لم أسمع بهذا قال يازير لا الدق موهبة خارقة فقام وأتى بستين بيتا وهذا يتطلب موهبة حقيقية لا تبار ولا تجار صحيح وأنا أريد أن أفصل في هذا الشعر تأصيلا لفائدة المتابعين شعر الشقر طبعا هو شعر أصيل في أدب العرب ويسمى الجناس التام والجناس الناقص نعم ومما قيل في ذلك يقول جميل بثينة خليليا إن قالت بثينة ما له أتانا بلا وعد فقولا لها 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 أتى وهو محزون لعظم الذي به ومن بات طول الليل يرأى السها سها الله شوف سها وسها بثينة تزري بالغزالة في الضحى إذا برزت لم تبقي يوما بها بها لها مقلة حوراء كحلاء خلقة كأن أباها الضبي أو أمها مه دهتني بود دهتني بود فهو متلفي وكم قتلت بالود من ودها دها من ودها دها والبيت المعروف الشهير تعرفونه طرقت البابة حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني فقلت لها أي اسماعيل صبري فقالت لي أي اسماعيل صبرا وشواهد هذا الشافعي يقول الشافعي يقول رأيتك تكويني بميسم منة كأنك كنت الأصل في يوم تكويني فدعني من المن السقيمي فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني الله الله وهذا هو الجناس التام الذي يبنى عليه الشعر 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 اللي هم وجودة هنا شعر قوي لذلك أنا أقول قلت وصرحت في أكثر من لقاء تلفزيوني هذا الشعر على صعيد الكرة الأرضية لا ينافس في الثقافات الشعبية قوة ويحتاج إلى مواهب خاصة صحيح أما القصيدة العامية فأتمن ما كتبت وتمنيت أن لو كتبتها باللغة العربية قصيدتي في والدي غفر الله الله يحب يا أبوي وانطالت عليك المسافات أنا طريقك لين يقرب بعيدك وانجاك من صوت الزمن رجع واننا تلعون بله ثم فزعت عضيدك لا تحمل الهم المهيمن على الذات خللنا حسلي والبس أيام عيدك لي في فداك من المكاريه للذات ولي في رضا وجهك أماني وريدك مملوك لك ما بيننا خذ ولا هات قصن بجذعك على الخيره يفيدك كنت استضلك يا نخيل المتاهات ولقاك رحمة في زمان يكيدك والمحروق انجسدتها المعانات تشمخ شموخ الضلع في ظاهريدك ما بين قلبك فيه شدة ورحمات تصدقني وعودك وتخلف وعيدك أمشي بنورك لو غدل عمر أتمات وطرب لصوتي لو سجع من قصيدك خذ من ضياعين يعزوم البدايات وخذ من دفاع قلبي رسائل بريدك في وجهك المعروف رحال ما بات يرحل لمن يمنعك ولا يزيدك لو في الكفوف من المعاريف كيات العقل سيدك والجمائي العبيدك هرس الحنيني فوق خفاق الأبيات ولا قصيدي كيف يوصل بعيدك الله وكلا صح حسان الله يغضر والدينا والديكم